في عنوين النشرة بر يرجع جلسة الاسنين الى الثاني عشر من الجار قطعوا اشجار كينة معمرة في تلة الخياط وسط اعتراض الاهالي في افطار بطرابلس ريفي لجريساتي انتخاب الكويت عضوا جديدا في مجلس الامن اشتركوا في القناة اهلا بكم على نية افطار بعبدة وما انتجه من تسوية في قانون الانتخاب رفع رئيس مجلس النواب نبيه بر جلسة الخامس من حزيران الى الثاني عشر منه على ان يتوقف قانون النسبية بخمس عشرة دائرة مع الصوت التفضلي الاربعاء المقبل في السراية قبل ان يواصل سيره الى ساحة النجم اللهم الا اذا تحركت شياطين التفاصيل في المقابل وبعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى ترابلوس والمواقف التي اطلقها خلال الافطار الذي اقيم في معرض رشيد كرامي مواقف نارية اطلقها وزير العدل السابق اشرف ريفي من على مأدبة الرحمن واصاب فيها زميله في العدل سليم جريساتي قائلا له نحن واجهنا الاصيل في ممارسة القمع فلن نخشى الوكيل وبعيدا من السياسة وفي يوم البيئة العالمي تحول النائب وليد جونبلاط الى طبيب اعشاب واطرح وصفة الوزال والزعتر للتخفيف من التوتر وفي يوم البيئة حركت بلدية بيروت الياتها ونفذت مجزرة بأشجار الكينة المعمرة في محلة تلة الخياط في بيروت وسط اعتراضات من اهالي شارع الماما في تلة الخياط اقدمت بلدية بيروت على قطع عدد من اشجار الكينة المعمرة التي ظللت الشارع لعقود طويلة القوى الامنية التي حضرت الى المكان للمؤازرة لم تجد سبيلا للوصول الى هذه الشجرة بعد جلوس احدى السيدات في ظلها رافضة قطعها بعد الاثار والمباني التراثية التي لم تقف التعديات عندها مسلسل القضاء على الحياة الخضراء في بيروت مستمر من حرش بيروت الى شارع الماما اشار وزير البيئة طرق الخطيب في كلمة له باليوم العالمي للبيئة من تنورين الى ان هذا الاحتفال مناسبة لاثبات ان لبنان يؤكد وجوده البارز كوطن للجمال الطبيعي ومتحف خالد للتاريخ موضحا ان اختيار الاحتفال في هذه البقعة الخضراء المميزة يخلق تحديا يحثن على التعرف اكثر الى هذه الطبيعة ايها الاعزاء اذا عدنا بالزاكرة الى الوراء وتحديدا الى العام 1998 عندما لم يتبقى للبيئة الطبيعية في لبنان الا القليل من المواقع التي لم تطلها التعديات والضغوطات من اشكال التمدن والتطور العمراني العشوائي والرعي الجائر والقطع والحشرات قام مجتمع تنورين المحلي بالمطالبة بحماية غابته من عوامل التدهور والافات التي تفتك بها وتضافرت الجهود وتمحور الاهتمام نحو تحقيق حماية هذا الموقع الذي اعلن محمية طبيعية بموجب قانون في شباط 1999 الا ان هذا العمل المميز لانقاذ الغابة لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والارادة ومساندة القطاع العام لاسيما وزارة الزراعة وزارة الدفاع الوطني وزارة المالية والمجتمع الدولي من خلال دعم مرفق البيئة العالمي برنامج الامم المتحدة للبيئة وبهذه المناسبة ادعو المواطنين الكرام الى اكتشاف الحياة البرية في لبنان والمحافظة عليها وممارسة مختلف نشاطات السياحة البيئية ارجاء رئيس مجلس النواب نبيه بر الجلسة النيابية التي كانت مقررة يوم الاثنين في الخامس من حزيران الجاري الى الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين في الثاني عشر من حزيران الجاري بجدول الاعمال نفسه وكان بر اكد امام زواره انه لا توجد مشكلة بينه وبين الرئيس ميشيل عون واصفا لقاءه معه والرئيس سعد الحريري بانه كان جيدا للغاية وعلى درجة من الوئام والتفاهم واشار الى ان الطروحات التي طرحها لاقت موقفا ايجابيا من رئيسي الجمهورية والحكومة ورأى بر ان اي امر تفوح منه مسألة الطائفية سقط وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقا انتخابيا فحسب لان الجميع يعي خطورة المرحلة واوضح بر ان العتبة ستكون 10% في الدائرة وان الصوت التفضلي سيكون على اساس مفتوح غير طائفي في القضاء وقال ان التمديد التقني للمجلس سيكون في اطار القانون الذي سيطفق عليه مرجحا ان تجرى الانتخابات في اذار لان مهلة الستة او السبعة اشهر تعني ان الانتخابات ستحصل في تشرين الثاني او كانون الاول اي في عز الشتاء مشيرا الى ان هذا الامر تقرره اللجنة الوزرية بحسب المعطيات المتوافرة بين يديها اقام الوزير السابق اللواء اشرف ريفي مأدوة افطار تكريما للمؤسسات الاجتماعية العاملة في طرابلس وفي كلمة له قال ريفي ان طرابلس مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستحافظ على الاهداف التي من اجلها استشهد ابطال ثورة الاستقلال مضيفا سنبقى على مواجهاتنا للنفوذ الايراني ولن نمكنه من استكمال لسيطرته على لبنان وتحويله الى بؤرة لسلاح التبعية وفي معرض دفاعه عن الصحفيين الملاحقين بتهمة الاساءة الى وزراء من الطيار الوطني الحر هاجى ماريفي وزير العدل سليم جريساتي قائلا نحن واجهنا الاصيل في ممارسة القمع فلن نخشى الوكيل سنقت في وجه المزام الأمني ودولة الفساد والصمع والترهيد التي كشفت في الأيام الماضية عن إفلاسها بشكل واقع عندما حركت القطار لملاحقة من فضح الفساد أهم السلطة نحن اليوم في مواجهة مع دولة اتباعية والفساد فالفساد الذي وصل مع هذه السلطة إلى مستويات قياسية هو في الواقع محميل من الدولة ويحصل تحت أمزارها أما المواجهة من المناني فتوضع السكين على رقبته وتسرق أهواله وتهمل مطابقه المشروعة التي تتحول إلى أهوال التي تتحدث في جنوب أهل السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله بعد الأعلان وصفة جملة أهلا بكم من جديد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن المجتمع اللبناني يحترم حرية المعتقد لجميع الأديان ويشكل نموذجا يحتذى يؤهله ليكون مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والأديان في العالم وهو ما طرحناه خلال لقائنا البابا فرانسيس في الفاتيكان وبشرنا التمهيد له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال لقائنا في الأردن على هامش القمة العربية وأبلغ الرئيس عون أعضاء وفد الجمعية البرلمانية حول الأرثودوكسية الذين استقبلهم في قصر بعبدة أن ما يحصل من حين إلى آخر من خلافات بين الفرقاء اللبنانيين هي خلافات سياسية وليست خلافات طائفية لأن ما من أحد حاول إجبار الآخر على اعتماد دينه أو مذهبه لافتا إلى أن التعايش بين اللبنانيين إلى أي طائفة انتم يشكل أبرز وجوه الوحدة الوطنية وأعرب الرئيس عون عن أماله في أن يتمكن الوفد من خلال اللقاءات التي سيعقدها في بيروت من تكوين صورة كاملة وحققية عن الواقع اللبناني الذي يشهد انطلاقة مسيرة نهوض على مختلف المستويات اعتبر وزير العدل سليم جريساتي خلال لقاء سياسي له في مكتب هيئة قضاء زحلي في الطيار الوطني الحر أن موجة التعرض لوزراء الطيار واتهامهم بالفساد ليست موجهة إلى هؤلاء الوزراء بل هي تضرب صمعة لبنان خاصة ونحن على مشارف استثمارات كبيرة ولفت جريساتي إلى أنه يستقبل اليوم شكوى اسمها وزير الطاقة سزار أبي خليل وأخرى اسمها وزير الاتصالات جمال الجراح وسيحولها إلى نيابة العامة الاستئنافية ويطلب من النائب العام التحري عن مصادر المعلومات والغاية من القول إن الفساد مستشري في أشرف القوم وأنزههم مؤكدا أن منظومة الفساد ستسقط في عهد الرئيس العماد مشال عون ونحن نعلم أين تعقد الصفقات وأين تقف المشاريع الإنمائية النظيفة أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جومبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التأمل في ورد الوزال الأصفر وتنشق عبق الزعتر الجديد والاستماع إلى أصوات الطبيعة المختلفة خير علاج لمعالجة التوتر وقع إشكال على خلفية شخصية أمام مبنى بلدية بعلشمي قضاء بعبدة بين الشيخ في المحكمة الروحية الدرزية مشهور الدنف وشيخ نضال الدنف ما أدى إلى مقتل الأخير وتعليقا على الحادثة استنكر حزب التوحيد العربي الجريمة المروعة داعيا الأجهزة الأمنية إلى تدخل بحزم على الأرض لضبط الأمور ومنع تفاقمها وإلى تسليم الفاعل إلى القضاء المختص متمنيا على أهالي المنطقة تحلي بالصبر صونا لبلدتهم وعلى المشايخ لعب دورهم في التهدئة دون الإنجرار وراء الردود فعلا خطرة قد تفاقم المشكلة راجيا وضع الحادثة في إطارها الفردي بعيدا عن محاولات تسييسها وفي بيان لها دعت دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني جميع أبناء البلدة وفعلياتها على اختلاف انتماءاتهم إلى تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل واللجوء إلى المشايخ العقلاء على أن يأخذ القانون مجرها الطبيعي وأن يتم حصر الموضوع بيد الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية حيث تم تسليم الجان للأجهزة الأمنية وعليه نهيب وسائل الإعلام عدم نشر أي صورة حول هذا الأمر لدقة وحسسية الموقف في بلدة حولة الجنوبية أقدم المدعو عين ألف على إطلاق النار من سلاح حربي على طليقاته السورية بسمة لطيفة 22 عاما في منزل شقيقها في كفر كلا قضاء مرجعيون وأصابها بجروح بليغة نقلت على إثره إلى مستشفى مرجعيون الحكومي بعد الإعلان اليوم الثامن أهلا بكم من جديد انتخب مجلس الأمن الدولي ستة أعضاء جدد يمثلون الكويت والكود ديفوار وهولندا والبيرو وبولندا إضافة إلى غينيا الاستوائية التي انتخبت للمرة الأولى وتعليقا على انتخاب الكويت أكد الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة الكويت ستبذل كل المساعد للاستمرار في نهجها المعتدل والمتزن والساعي إلى الدبلوماسية الوقائية وقال أن الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء لمنع نشوب خلافات وحروب والساعي لحلها بالطرق السلمية مشيرا إلى تسريع الإجراءات لمواجهة الأحداث حتى لا تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا وأكد الشيخ صباح الخالد أهمية العمل من داخل المجلس لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين لليوم الثامن على التوالي شهدت مدينة الحسيمة في شمال المغرب تظاهرات للمطالبة بإطلاق صراح زعيم الحراك ناصر الزفزافي وتجمع المتظاهرون بعد الإفطار في حيسد عبد وهم يهتفون كلنا الزفزافي وقد شهدت التظاهر الأخيرة التي نظمت ليلة أمس توتراً مع انتشار قوات الأمن على مقربة من الحي وحوله وقيامها بمنع الراغبين في المشاركة من التوجه إلى مكان التظاهر وكان الزفزافي الذي يقود الاحتجاج الشعبي أوقف في منطقة الريف في خريف العام الفائت بتهمة المساس بسلامة الدولة الداخلية فرض مجلس الأمن عقوبات على أربع شركات كورية شمالية إضافة إلى أربعة عشر مسؤولاً في بيونج يونج بينهم الرجل الذي يشتبه في أنه رئيس المخابرات وتتضمن العقوبات منع السفر إلى كافة دول العالم وتجميد ممتلكاتهم وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الوليات المتحدة مسودته في رد على سلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة في كلمة له في قمة دولية في سنجافورا حول الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شدد وزير الدفاع الأمريكي جام ماتيس على أن الطموحات النووية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا للجميع مشيرا إلى أنه يجب على الصين أن ترى أن بيونج يونج تشكل عائقا وليس إضافة بالنسبة لها ولفت ماتيس إلى أن كوريا الشمالية تشكل خطرا واضحا وحاضرا مذكرا أن إدارة ترامب شعرت بالتشجيع من التزام الصين بالتعاون في مجال نزع السلاح النووي الدولي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن قراصنة المعلوماتية الذين تقول الاستخبارات الأمريكية أنهم أثروا على حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يمكن أن يكونوا في أي مكان وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون الروسية أضاف بوتن أن القراصنة يمكن أن يكونوا في روسيا وفي آسيا وحتى في أمريكا أو أمريكا اللاتينية ويمكن أن يكونوا هاكرز موجودين في الولايات المتحدة قاموا ببراعة ومهنية عالية بتحميل روسيا المسؤولية وعن اتهام روسيا بالوقوف وراء قرصنة المعلومات قال بوتن عندما يصبح هناك شيء ملموس يمكننا أن نناقش ذلك وقال أن كل هذه الثرثرة التي لا معنى لها والمؤذية يجب أن تتوقف معتبراً أنها مجرد نقل المهاترات السياسية الداخلية الأمريكية إلى الساحة الدولية وتضر بالعلاقات الدولية وبالاقتصاد والأمن العالميين موسيقى كان في النشرة بر يرجع جلسة الاثنين إلى الثاني عشر من الجار قطع أشجار كينة معمرة في تلة الخياط وسط اعتراض الأهالي في إفطار بطرابلس ريفي لجريصات سنواجههم دعم سنواجههم وانتخاب الكويت عضواً جديداً في مجلس الأمن موسيقى نشرتنا انتهت لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد وعلى تويتر الجديد الى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة